اشتركوا في القناة ما بنفكرش حد ممكن يختارك الجهاز بتاعي ياخد السور بتاعتنا ياخد معلومات مننا دلوقتي البنات خايفة جدا لا ده انا جهازي حد اختاركه بقى فيه رعب الجريمة العادية احنا عارفانها يعني فيه جاني وفيه مجني عليه وفيه عارفينه لكن جرائم الالكترونية احنا بنتعامل مع هوا يعني احنا مش عارفين مين يعني واحد يدخل يقفل على نفسه القوضة ويعمل صفحة على الفيسبوك يبقى شخص واهمي ويبتز بقى ويشتم وحاجات كتير وكل ده بيمس شخصيات عامة وشخصيات عادية طب احنا ازاي نحمي اولادنا يعني حتى الشباب الشباب اولادنا واولادنا الصغيرين نحميهم ازاي ازاي نعرفهم يتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي هل فيه تشريع يوصق حسابات الفيسبوك ازاي احمي نفسي واحمي اولادي من استخدام المواقع الالكترونية كل ده احنا هنعرفه مع ديفي اللي منورنا النهاردة في الستوديو استاذ محمد جميل عبد الناصر المحامي ومجستير في القانون اهلا بيك استاذ محمد اهلا بحضرتك والسلام بشكرك على تشريفك لنا استاذ محمد الجريمة العادية بتبقى بينة واضحة جاني ومجني علي اه واضحة لكن جرائم الانترنت والجرائم الالكترونية والاتزاز الالكتروني زي ما انا قلت احنا بنتعامل مع هوا مع حد مجهول الهوية ازاي ايه احنا في البدايتنا عايزين نعرف ايه هي الجريمة دي يعني جرائم الالكترونية تحديدا بما ان حضرتك راجل قانون معنا النهاردة وبتمثل القانون ايه هي الجريمة دي وانواعها يا فندا الجريمة الالكترونية دي عبارة عن جريمة بيقوم بيها شخص او مجموعة اشخاص بيخترقوا ببعض الحسابات لتعطيل منظمة او تعطيل مؤسسة او اللي هتداء على اشخاص او شخصيات عامة تهديد الشخصيات العامة بالحصول على جانب مادي نتيجة الابتزازه من خلال ما يتحصى عليه من معلومات الكلام ده كله هو الجريمة الالكترونية كل ما هو يتعلق بالحاسب الالي دواء الكمبيوتر الموبايل التاب كل الالكترونيات اللي داخلت حياتنا حديثا نتيجة التطور التكنولوجي الكبير اللي حصل من عام الفين لحد دلوقتي الكلام ده كله اصبح ليه ايجابيات وسلبيات سلبياته بدأت تظهر للجميع على مستوى العالم مش في مصر فقط بدأت الدول تظهر فيها جماعات منظمة لجراء منظمة سواء كانت على المستوى المنظمات المؤسسات العامة او المنشآت الشخصية والخاصة انواع الجريمة دي انواعها كتير في منها جراء متعلقة بالاشخاص والشخصات العامة والناس لأصحاب الشركات او الشركات الخاصة نفسها باعتبارها شخصية اعتبارية الكلام ده كله من ضمن ما يندرج تحته وفي ما هو متعلق بمؤسسات الدولة نفسها ان بعض الافراد بيتجهوا للإدرار بالدولة من خلال اختراق بعض الانظمة المتعلقة بالبنوك او المصارح الحكومية التحصل على معلومات واستخدامها فيه جزء ثالث وهو الحصول القيام الجريمة للإدرار بالأمن الدولة وسلامتها وده موجود وبنعاني منه وبقالنا فترة جبيرة طبعا على المستوى المصري والجهات المعنية خدت فيه اجراءات قوية ومشددة واصدرت هادة قوانين متعلقة بالكيفية التنظيم باستخدام الانترنت في مصر طبعا فيه قانونين هم منظمين اللي اصدرهم المشارع طبعا ما بحث كافة جرائم تكنولوجيا المعلومات قيمت بقرار من عام 2002 وتلاها بعديها صدور قانون تنظيم الاتصالات رقم عشر لسنة 2003 ده نظم جايفية للاتصالات اللي سلكية وبدأ يحدم الموضوع شوية وينظمه ومؤخرا صدر قانون رقم 75 لسنة 2018 ده خاص بجرائم التقنيات المعلوماتية خاصة بمتعلق بمواقع التواصل الابتماعي الانستجرام التويتر كل اللي يقدر الشخص يتعامل معاه حتى التطبيقات والأزونات اللي بتحصل عليها لعشان يدخل على الصفحات الشخصية للأشخاص صدرت الله حتى تنفيذي بتاعته من حوالي أربع شهور أو تلات شهور ويبناء عليه حدد الجرائم المحددة في القانون وحدد كيفية توقيع العقاب على الجرائم دي طبعا ده أمر حكم القانون سواء كانت في جرائم تقع على أفراد أن هو ياخد صور الشخصية يحطها في مكان أو في مجال أو يسيق لسمعتي أو يشوه صورتي أو يخلي بأمر متعلق بي سواء كنت أنا على الجانب المحافظة الإلكترونية والجانب الاقتمالي أن هو يتحص على البصورة بتاعه ويحاول استخدامه سواء على جانب المؤسسات أن هو يحاول أن هو يخترق الأنظمة ويستخدم المعلومات دي ضديه كل ده تم تنظيمه في القانون الجديد طيب دلوقتي حصل حاجة حصل حد اخترق مثلا جهاز بتاعي أو أي حد من المقربين ليه أنا مروحش أعمل في اسم الشرطة مثلا عادي أو ليه ما يبقاش فيه خط سيخن لا ده حصل من الصفحة الفلانية دي حاجة تاني حاجة هل مثلا أنا رحت اتهمت شخص بعينه الشخص التاني جي نفع هل كده مباحث الانترنت اللي أنا لسه هسأل حضرتك دلوقتي عمرها قدقي هل مباحث الانترنت بتاخد باتهامي لشخص معين ولا هي بيبقى ليها طرق بحث معينة عن الجاني الحقيقي عن الشخص المجرم الخافي ده طيب الجريمة الإلكترونية تختلف عن الجريمة العادية الجريمة العادية الفعل المادي اللي حصل فيها اللي أضرب الشخص المجني عليه ظاهر لكن في الجريمة الإلكترونية أنت لا تعلم من هو المتهم الحقيقي أنت عشان تبدأ تقول أن ده متهم فيه إجراءات نص عليها القانون اللي لازم نحن نعملها أنا كمواطن فجئت بصور لي حد بشهر هربية أو بيوسيق إلي في الانترنت على صفحات التواصل الاجتماعي على هنا نتوجه لمباحث مكافحة جرام التكنولوجيا وتغنية المعلومات في المكان المخصص لها في كل محافظة طبعا أماكنها بقى يا فندل يعني أحنا دلوقتي برضو يعني عايزين برضو نوصل المعلومة للمشاهد البسيط اللي بيسمعنا حصل موقف عندك حصل موقف عند أي حد من قسرتك حصل أي موقف إيه الطرق اللي أنا أروح أستخدمها بسرعة وهل مثلا لو الشخص المجهول ده قفل صفحته هل ما بحث الانترنت هنا تعرف توصله ولو بمجرد ما قفل الصفحة خلاص عايزين نعرف الإجراءات اللي بتتمي فند طيب هو بالنسبة لأفرع الجهاز مباحث مكافحة جرام التكنولوجيا المعلومات موجود في قهنا في ميدانة عباسية في أكاديمية الشرطة القديمة ميدانة العباسية أكاديمية الشرطة القديمة وفيه تقريبا ما يقارب من 9 فوق أفرع على مستوى الجمهورية لنفس إدارة المباحث لقيام بمكافحة جرائم الإلكترونيات الإجراء اللي بيتمي بيتمي إن أنا ما ينفعش أخذ سكرين شوت وأقول إن ده شخص بعينه يجب علينا أن أتوجه للإدارة وقابل الزابط الفني المتخصص اللي هياخد مني الباسورد بتاعي ورقب اسم الشخص واسم المستخدم بتاعي ويدخل على صفحتي للتأكد وتتبع الصفحة اللي أسائت لي أو استخدمت سور الشخصية أو اخترق حسابي بيعرفت عندهم التقنيات والبرامج اللي بتاعت لهم بعد محركة تخلص بس هنعرف برضو لو قفل الصفحة إلا هيحصلت تمام بيقدر هنا يتتبعه خاصة لو كان الموضوع متعلق بحسب الكمبيوتر سابت طبعا الموضوع بيزداد صعوبة شوية بشوية مع مجود الموبايلات واللابتوب لأن التحرك الدائم بيصعب عليه التتبع لكن إذا كان الحساب موسق بتاع شخص المتهم بيقدر يوصله وبيقدر يوصله بسهولة جدا وبيقدر يجيب الـ IP بتاعه ده من خلال IP رقم بيقص بالجهاز بيقدر يوصله ويعرف مكانه تحديدا موجود فين حتى جوا بيته النقطة التانية بقى هو لو قفل هي دي النقطة دي مكمن الخطورة دي المشكلة دي المشكلة الحالية من قدرها المشكلة إن هو يعني عمل الجريمة بتاعته ووقفل الصفحة دي المشكلة ليه بقى أنا هقول لحضرتك لأن القانون اشترط إن مأمورة ضبط القضاء اللي هو السيد زابط المباحث المتخصص بكرام الإلكترونيات إن هو يتعتبع بشخصه الأدلة الجنائية ده هيعتد فيه كيدليل جنائي قصاد المحكمة غير كده المحكمة اللي أنت اعتد بيه فلازم هو ليشوف الفعل الدار اللي وقع على حضرتك التشويه اللي حصل حتى وانكمر للجميع ده زي ما أتتبع من خلال حساب حضرتك عشان يقدر يوصل هي دي الإشكالية اللي إحنا بنقابلها سرعة الإجراء يجب عليها أول معرف إن في حد أسائلية أو استخدم اسمي أو تحصل على معلومات عني أو شوي سمعتي أتوجه مباشرة وبأقصى سرعة وقابل المختص عشان أقدر أصل للشخص وأولادنا كمان برضي أستاذ محمد يعني أولادنا برضو إزاي برضو نعرفهم يتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي دي حاجة مهمة أنا من رأيي أنا أن الأسرة هنا لها دور كبير يعني أنت عرف ابنك يعني مش معنى مثلا أن ابنك أو بنتك قاعدين في البيت أنت كده متطمن عليهم أو حضرتك كده متطمن عليهم لا ده هو كده في عالم تاني عالم واسع عالم خيالي عالم مجهول يعني لازم تعرف ابنك أو بنتك بتتعامل مع مين بتتكلم مين ما نضيفش حد ما نعرفوش الأسرة هي أساس مكافحة الكريمة الإلكترونية المبادئ والقيم كيفية تربية الأبناء ومتبعاتهم ورهايتهم ده الأصل الأسرة ده أصل الأسرة أعرف ابني بيعمل إيه لأن التكنولوجيا صرعت من الرت وخلت إمكانية الوقوع في الجرائم دي كتيرة جدا ولا حصرة لها لكن إذا كنت أنا بتابع هقدر أعرف كيفية استخدامه لمواقع التواصل الابتماعي للتكنولوجيا المعلومات أعرف أقف على تفكيره أراؤه الناس اللي بيعرضوا ليه الأفكار اللي بتعرض عليه كل ده يجب عليهم متابعة الأسرة الأسرة هي الركن الأساسي في الموضوع الحكومات والمشرع إذا كان بيتدخل بوضع قوانين علشان خطر ينظم الأمر ويكافح الجريمة إلا أن مكافحة الجريمة الأساسية كانت تبدأ من الأسرة من خلال متابعة ما يتم عمله لو تابعنا هنلاقي النيابة العامة تدخلت في أكتر من موقف في الأقوانة الأخيرة بخصوص بعض البرامج اللي وجدت على السوشيال ميديا وبعض الشخصيات تدخل النيابة العامة كان نداء صارخ للأسرة المصرية شوفي أولادك ما نجريش فراء الأعمال والمال ونترك الأولاد عرضة لوسائل تكنولوجية خطيرة ممكن تؤدي بهم لجرائم كبيرة وده اللي حصل وبنشوفه عشان كده لازم 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 الأب والأم يبقوا متابعين أطفالهم بيتفرجوا على إيه بيشوفوا إيه دخولهم على الصفحات التواصل الاجتماعي متابعتهم لموقع التواصل الاجتماعي كل ده شيء أساسي وضروري من كل أب وأم الجانب التشريعي وإن كان بينظم وبينكافح الجريمة دي إلا إنه في بعض القصور متعلقة بكيفية الوصول لشخص المتهم والاعتداد بالأدلة الجنائية طبعاً الكلام ده متخصص شوية ممكن يصعب على المشاهد العادي هبسط حالو أكتر المتهم في جرائم الاعتداء العادية بيبقى ظاهر قدامي واقف ضربني واقف شتامني واقف شهر بي الكلام ده واضح معروف شخص لكن في الجريمة الإلكترونية بيقابلني إشكالية الدليل الدليل بمعنى إيه؟ أنا وقع على ضرر من خلال صفحة بعيد عني مجهولة مجهولة مجهول من قائم عليها ومن اللي بيدرها ومن المسؤول عنها طب نتيجة ده أنا هعمل إيه؟ نتيجة ده لو ما خدتش أنا الإجراء بسرعة وقدر إنه هو يمسح الكلام ده أنا بيقابلني هنا مشكلة فقد الدليل الجنائي لأنه لو مأمور الضبط القضائي ما حصلش على الدليل ده من عنده لا يعتدي بيه كده للجنائي ونتيجة كده بديها حوق كتير جدا وسائل أشخاص كتير جدا طبعا إلى جانب بعض الحسابات الوهمية اللي بيقوم بيها بعض الأشخاص الإدرار بشخص بعينه طبعا في بعض الأقوات بنقدر نوصل ونتم بيتحاول المباحث إنه إيه توصل لحقيقة المتهم الفعلي اللي قام بالفعل الإبرامي ده أكتر من مرة ولكن في بعض الأقوات بيفشلوا إن هم يقدروا يوصل بس دي الأشكالية الحقيقية اللي احنا محتاجين سرعة التدخل سرعة التدخل بوجود مراكز أو وجود طبعا فيه رقم ساخن وفيه صفحة خاصة موقع خاص للتلقى بالغاية لكن السرعة المطلوبة مش هي ذات السرعة الخاصة بالتكنولوجيا السرعة إن أنا أروح إن أنا أروح قبل قبل ما يتم حسف حسف المنشور أو الدرر اللي واقع علي ليه بقى فيه نقطة مهمة جدا في الجزئية دي هي دي الإشكالية مأمول الضبط القضائي اللي هو ظابط الشرطة المتخصص أما بيجي يدخل على الحساب ممكن يكون الشخص حزف الفعل الإجرامي اللي هو عمله طب ما بنقدرش نوصل له دي إشكالية كبيرة وإن نوصل له يبقى خلال ساعة أو ساعتين بحدة أخصى والمحضر بيتحفظ على كده بيحفظ لأنه هيصبح حدد مجهول لأنه يعلم فيه المتهم الحقيقة مين خلال ساعة أو ساعتين من حزفه ممكن يقدر يفصل له أكتر من كده صعب ودي إشكالية الجريمة الإلكترونية إنها سهل إتلاف الأدلة فيها وسهل إخفاء أثرها وسهل إخفاء أدلتها جدا لأنه بمجرد إن الشخص يستطيع التحكم في الجهاز الإلكتروني اللي في إيده بمسح كافة البيانات بيضل لكل الأشخاص اللي بيحالوا التدور عليه أو معرفة مين المسؤول عن السطح طيب إحنا ليه ما عندناش تشريع ما عندناش تشريع بالقانون يوسق حسابات الشخص المجهول ده أي حد عايز يعمل صفحة أو يعمل أكاونت أو يعمل حساب على الفيسبوك ليه ما بيبقاش فيه توصيق لبيناته ليه المجال مفتوح كده يعني ليه الدولة ما بتقننش ده ما بتحجمش ده الدولة بدأت فعالياً في محاولات للحد من موجود بيانات غير حقيقية لبعض الأشخاص على سواء على مستوى حسابات التواصل الاجتماعي أو الموبايلات طبعاً دلوقتي كل الحسابات مرتبطة بالهواتف المحمولة فنتيجة ده تم تحديث البيانات وقاعدة البيانات ووجد القانون دلوقتي ده هو 175 سنة 2018 وليح حديثه تنفيذية لصدرت مؤخراً وجدوا السبل دي وألزموا القائمين على الخدمات الخاصة بالإنترنت أن أنت يجب عليك أن أنت عشان تقدم الخدمة أن أنت تسجل صاحب الخدمة اللي أنت بتقدمها له وبيانات دقيقة جداً لسهولة الوصول إليه وده بيحد إلى حد ما بشكل دي ده إمتا ده يا فندم ده تم بالفعل ده ده قانون صدر ولا تشريع مثلاً لا ده تشريع صدر القانون تحت الدراسة لسه لا ده تشريع صدر 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 عام 2018 لكن لأحده التنفيذية لسه صدرة من مجلس الوزرة في أغسطس 2020 لسه قائد التطبيق يعني لسه في بداية تطبيقه وبيحمل الجهات المقدمة للخدمات الإلكترونية مسؤولية عدم الدقة في تسجيل البيانات طبعاً هيجي لنا نقطة تانية اللي هي التطبيقات كيفية توصيق التطبيقات طبعاً ده جزء هيبقى فيه جانب حكومي وجانب بعيد عنها اللي هي الشركة مالكة التطبيقات زي فيسبوك أو تويتر أو ستنيجرام كل الشركة دي بتطيح لك سهولة عمل الإيميل والصفحة بأي اسم انت عايزه توصيقه هنا بيجي من الشركة نفسها لكن أنا أستطيع الحجب من الحكومة الحكومة تستطيع حجب أي صفحة مخلة تستطيع حجب أي موقع يضر بقرار سواء كان بأمر قضائي أو بقرار من نيابة العامة بأنها تمنع زور الموقع ده أو الشخص ده أو تقفل الصفحة دي خلص وده اللي احنا بنسعع إليه وبنحاول نطالب الحكومة بأنها تتخذ فعلاً إجراءات لتوصيق حسابات موقع الأشخاص على الموقع التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستر جرام تويتر لمعلومات معلومات أعلامها وجود بعض التشريعات اللي هتعرض على مجلس النواب القادم إن شاء الله اللي تفيد تلك الموضلة اللي هي متعلقة بالتوصيق الحسابات خاصة مع تجاه الحكومة في الحركة الإلكترونية سواء كان على مستوى الدفع أو تقديم الأوراق أو استخدام خدمات الحكومية ده هيستوجب معاني كل شخص يبقى ليه جانب موسق إلكتروني علشان خاطر يقدر يتعامل مع الحكومة طبعاً إحنا عندنا إشكالية إحنا كحكومات كدولة إن الشعب المصري فيه طبقة عريضة منه معلوماتها عن الثقافة التكنولوجية ضئيلة ما بيعرفش إيه الدفع الإلكتروني ما يعرفش يعني إيه أقدم إخرار ضريبي على موقع ما يعرفش إني أتقدم الحصول على شقة لمحدود الداخل على موقع ويبدأ الأشخاص يدخلوا من الجزئيات دي ويتعامل قاعدة عريضة نقلن يعني نقلن ونحجم استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي إحنا للأسف وقتنا خلص معك بسرعة بشكرك أستاذ محمد جمال عبد الناصر المحامي وماجستير في القانون وإن شاء الله نتقابل في حلقات تانية كثير مشاهدينا في كل مكان لازم نحجم استخدامنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي احنا طلعنا به من موضوعنا النهاردة إن أي حد بيتعرض لابتزاز أي حد يتعرض للتشويه أو أي صورة من صور الابتزاز على المواقع الإلكترونية إحنا عندنا تسعة أفرة يروح أي فرع من مباحث الإنترنت عندنا قبل فوراً يعني قبل ما الشخص التاني ده يقفل صفحته فطبعاً دي حاجة فنية يعني بيروح للزابط الفني هناك المسؤول هنعرف المجرم وهنحد من الموضوع ده ونعلم أولادنا إزاي نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مضيفش أي حد أنت ما تعرفوش مضيفش أي حد أنت ما تعرفوش وربنا يا رب يحفظ أولادنا جميعاً بشكركم مشاهدينا الحسن المتابعة وانتظرونا في حلقات جديدة وخليك معنا وانتظرونا في حلقات جديدة وانتظرونا في حلقات جديدة وخليك معنا